مثل آلاف النسوة اللي هربن من جحيم الحرب المستعرة في مناطقهن نزحت خلود من الجنين إلى بورت سودان تمن النفس بواقع أفضل من ذاك الذي خلفت وراءها يشتعل بفعل الحرب ولكن ثم تتحديات تواجهها يومياً ليس آخرها المصير المجهول ولا المأكل والمأوى المستقبل والغد المشرق هنا يضاف إلى قائمة المفقودات بسبب الحرب فالقصص ملقاة على قارعة القلوب والدمعة لمن يرى ومنظمات أممية تندد بزيادة العنف الجنسي بحق النساء النازحات واللاجئات ومنظمات تقول إن أكثر من أربعة ملايين إمرأة وفتاة سودانية عرضة للعنف الجنسي فالمخاوف في كل الاتجاهات فجأة كده في غمضة عين خسرنا كل حاجة طبعاً الحرب لما يغتصبوا في البنات بنسمع من هنا أو بنسمع من هنا خفت على البنات خفت شديد على البنات خرجنا يجينا جاريين تعبنا تعبنا خسرنا كل حاجة الحمد لله تتعرض المرأة النازحة لمخاوف وهواجس من شأنها أن تعصف بتماسكها النفسي في خضم التراكمات التي خلفتها الحرب الأطفال بيقولوا بيعانوا من أن الأم للأسف يعني في بعض الأمهات بيتبعوا بعض السلوكيات أنه بينفزوا عن غضبهم بينفزوا عن الضغط اللي هم حاصر فيهم في الأطفال محتاجين علاق نفسي محتاجين علاق نفسي بطريقة سريعة شديدة لأن الحاجة دي أولوية يعني في بعض الأحيان بيشوفان أنه حاجة ما أولوية لكن في الوضع على الراهن حقيقة أولوية ترتفع الفاتورة الإنسانية لهذه الحرب والنساء هنا أكثر من يدفع هذه التكلفة آلاف النساء قتلنا في هذه الحرب ومئات الآلاف تقسمنا ما بين لاجئة ونازحة وأخريات يعاني نشظف العيش وبؤس الحياة حياة لا تتوفر فيها الحماية ولا الحقوق أشواق صيف الدين تيراتي عربي بورد سودان